السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور دا الواحي موضوع حلقتنا النهاردة عن اهم فيتامين لصحة النساء اهم فيتامين لصحة النساء الفيتامين المنسي والمهضوم حقه الفيتامين اللي نقصه بيكون يا اما عامل اساسي او عامل مشترك في الكثير من الامراض والمشاكل اللي بتصيب النساء زي ايه اول حاجة بالنسبة للشعر نقصه بيسبب تقصف وضعف وهيشان وتساقط الشعر بالنسبة للبشرة بالنسبة للبشرة شحوب في البشرة تجعيد هالات سودا خطوط تمدد الجلد كمان بالنسبة للهرمونات نقصه بيسبب لغبطة في الهرمونات ودي بتظهر في عدم انتظام الدورة الشهرية بمعنى ياما تيجي مرتين في الشعر ياما تأخر او انقطاع في الدورة الشهرية كمان عدم انتظام الهرمونات بيظهر في ضعف المبايد وتكيس المبايد كمان نقص الفيتامين دا هو عامل مشترك في ضعف العضلات ضعف النظر كمان ضعف المناعة عند النساء طب ايه هو الفيتامين دا هو فيتامين ايه فيتامين ايه طب ايه الحل الحل ان احنا هنستخدم فيتامين اي 400 ارس واحد يوميا بعد الفطار ارس واحد يوميا بعد الفطار لمدة 3 شهور مع مع العلاج المعتاد في الحالات السابقة بمعنى يعني يما بناخد علاج لتكيس المبايد لازم نستخدم معاه فيتامين ايه ارس واحد يوميا لمدة 3 شهور لو هنستخدم لرفع المناعة او لضعف العضلات او لضعف النظر هنستخدم العلاج المعتاد ومعاه فيتامين ايه كمان في حل مشاكل البشرة او مشاكل الشعر هنستخدم الشامبو بتاعنا العادي مع اذا كنا هنستخدم زيت او كريم او سيروم هنستخدم معاه فيتامين ايه 400 لمدة 3 شهور كمان مشاكل البشرة اذا كنا هنستخدم تركيبة او هنستخدم كريم لترميم البشرة هنستخدم معاه فيتامين ايه 400 لمدة 3 شهور ممكن نستخدمه كهيئة كابسولات زي فيتامين ايه 400 او هنستخدمه من مصادر طبعية مصادر طبيعية زي ايه زي الطماطم المنجا الكيوي السبانخ زيت الزرة كمان من المكسرات زي الفول السوداني المحمص البندق المحمص اللوز المحمص كمان زبدة الفول السوداني يبقى كده نستخدمه يا اما مصادر طبيعية يا اما كابسولات جاهزة مع العلاج الموتات لحل المشاكل اللي احنا تكلمنا عليها يبقى ملخص الحلقة فيتامين ايه يا اما سبب رئيسي او احد الاسباب اللي بتؤدي الى اغلب المشاكل الصحية اللي بتعاني منها النساء وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة وتكونوا استفدتوا منها اي استفسار سبهوا لي في التعليقات وان شاء الله رضي عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته